بسم الله الرحمن الرحيم نواصل الحديث عن صفة الصلاة ذكرنا سابقاً أنه يقرأ دعاء الاستفتاح ثم بعد ذلك التعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم البسملة ثم يقرأ الفاتحة والفاتحة هي ركن من أركان الصلاة وقراءتها يعني أن يأتي بها كاملة مرتبة بآياتها وكلماتها وحروفها فلو قرأ جزء منها لم تصح لأنها كما ذكرنا ركن وشرط لصحة الصلاة والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ثم يقرأ بعدها سورة إذن قراءة الفاتحة هي ركن في الصلاة ثم ما يأتي بعد الفاتحة هذا سنة وإليه ذهب جمهور أهل العلم قالوا أنه سنة وليس بواجب فلو اقتصر الإنسان على الفاتحة لكفاه لكن السنة والأفضل أن يأتي بسورة بعد الفاتحة وخاصة في ركعتين الفجر وركعتين الأولى من المغرب والركعتين الأولى من العشاء والركعتين الأولى من الظهر والعصر يقرأ بعدها سورة وهو ما تيسر له من القرآن وذكر الفقهاء رحمه الله أن السنة أن تكون في الصبح يعني في صلاة الفجر من طوال المفصل وفي المغرب من قصار المفصل وفي بقية الفروض من أواصط المفصل والمفصل هو من قاف إلى الناس من سورة قاف إلى الناس وسمي المفصل لكثرة الفواصل وهو ثلاثة أقسام فطوال المفصل من قاف إلى عم يتسألون وقصار أو أواصط المفصل من عم إلى الضحى وقصار المفصل من الضحى إلى الناس مسألة هل يجوز أن يقرأ الإنسان بالصورة الواحدة في الركعتين بمعنى أن يكررها مرتين الجواب نعم يجوز ذلك والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها في الركعتين كررها مسألة تنكيس الصور والآيات والكلمات والحروف والتنكيس بمعنى العكس قلب قلب الأحرف قلب الكلمات أما تنكيس الحروف بمعنى أن تكون الكلمة مجتملة على ثلاثة أحرف أو أربع أحرف فيبدأها الإنسان من آخرها فمثلا رب العالمين يقول بر يضع الباق قبل الراء فهذا لا شك في تحريمه وأن الصلاة تبطل به لأنه أخرج القرآن عن الوجه الذي تكلم الله سبحانه وتعالى به وأيضا يختلف المعنى اختلافا كبيرا بتغيير هذه الحروف الأمر الثاني تنكيس الكلمات أن يبدأ بكلمة قبل الأخرى فمثلا يقول الحمد لرب العالمين لله الرحمن الرحيم بدلا يقول الحمد لله رب العالمين يقول الحمد لرب العالمين لله فهذا أيضا محرم بلا شك لأنه أخرج القرآن عن معناه وكلام الله عن وجهه الذي أراده ويختلف المعنى بذلك اختلافا كثيرا فتبطل الصلاة بهذا التنكيس للكلمات الأمر الآخر تنكيس الآيات أيضا هذا التنكيس هذا التنكيس محرم على القول الراجح لأن ترتيب الآيات توقيفي بمعنى أنه لا يجوز أن يجتهد الإنسان في تغيير أو تعديل الآيات ووضع الآيات وإنما هو يتوقف على ما جاء به الشرع ولهذا تجد أحيانا بعض الآيات لا يظهر لك تعلقها بما قبلها أو ما بعدها أو تجدها مقدمة على ما سبقها وهذا يدل على أنها توقيفية وضعها في هذا المكان هو توقيفي ولا لأحد ولا أحد يستطيع أن يبدل أو يقدم أو يؤخر من هذه الآيات فمثلا والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة هذه جاءت متأخرة والذين قبلها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية الأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج جاءت متقدمة فبالتالي تجد أن هذه الآيات هي وضعت في موضعها ولا يجوز لأحد أن يبدل فيها أو يعدل أيضا تنكيس السور تنكيس السور بمعنى أنه يقرأ مثلا قولي أيها الكافرون ثم يقرأ عما يتسألون قالوا مكروه وقال بعضهم يجوز أما الذين قالوا بالجواز فاستدلوا بحديث حذيفة بن اليمان في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقرأ بصورة البقرة ثم قرأ بالنساء ثم بأل عمران وهذا على غير الترتيب والمعروف أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وضعوا المصحف الذي يكادون يجمون عليه في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان وضعوا على هذا الترتيب فلا ينبغي الخروج عن هذا الترتيب الذي أجمع عليه إذا أنتهى من القراءة قراءة الفاتحة وما بعدها يأتي الركوع والركوع ركن من أركان الصلاة وهو الإنحناء طبعا مقدار ما ينحني ومقدار ما يؤدي به إلى الانحناء يعتبر الركوع لكن السنة أن يكون ظهره مستويا فلا ينزل رأسه ولا يرفع رأسه ولا ينزل ظهره أكثر من اللازم وإنما يكون مستويا ومع الركوع التكبير يقول الله أكبر ويرفع يديه وهنا رفع اليدين سنة والركوع ركن والتكبير واجب كما ذكرنا أن الركوع هو الإنحناء والمقصود بهذا الإنحناء هو تعظيم الله عز وجل تعظيمه في الهيئة وتعظيمه في الفعل وتعظيمه في القول ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الركوع فعظم فيه الرب عز وجل فإن هذا هو موضع التعظيم لله عز وجل ومع حركة الركوع والتكبير يرفع اليدين وقلنا هذا أنه هذا من السنن في رفع اليدين رفع اليدين وقلنا أنه ذكرنا أنه أربع أحوال مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الأول قال رافع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى أذنيه كما ذكرنا في تكبيرة الإحرام ودليل ذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر للركوع والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي إذن الركوع هو ركن والتكبير واجب ورفع اليدين عند التكبير هذا سنة والاستواء مقدار الركن من الركوع هو الإنحناء والاستواء في الركوع استواء الظهر فلا ينزله ولا يرفعه أكثر هذا من السنن يعني مستويا ظهرا ويقول سبحان ربي العظيم هذا هو الذكر في الركوع أن يقول سبحان ربي العظيم والاستواء هنا استواء الظهر يشمل الاستواء في العلو والنزول بمعنى أنه لا يقوس ظهره ولا يحصره بمعنى ينزل وسطه ويرفع المقدمة والمؤخرة وإنما يكون مستويا كما ذكرنا سابقا لأن هذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روت عائشة رضي الله عنها قالت كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه يعني لم يرفع رأسه ولم ينزل رأسه وإنما كان مستويا حتى قال بعض العلماء في استواء الظهر أنه لو وضع كأسا على ظهره لا يسقط هذا الكأس بمعنى يكون وطبعا هذا كما قلت لكم الاستواء هذا ووضع الظهر بهذا الامتداد وهذا الاستواء هو سنة وينبغي المداومة عليها ونحافظ عليها لكن لو حال الإنسان ظهره فالانحناء مجرد الانحناء هذا يعتبر قد آتى بالركن الرفع من الركوع يأتي عنه الكلام في الدرس القادم